وأيضا في الحديدة استحدثت ميليشيات الحوثي في الأيام الماضية خنادق ومتالس قتالية جديدة في جبهة حيس جنوب الحديدة في إطار تصعيدها المتواصل وخروقاتها للهدنة الأممية وأظهر تصوير جوي للقوات المشتركة خنادق ومتالس قتالية للميليشيات الحوثية تمتد مسافات طويلة بالقرب من مزارع المواطنين شمال غرب مديرية حيس وتواصل الميليشيات الحوثية تصعيدها العسكري الخطير الذي تسعى من خلاله لتفجير الأوضاع عسكريا ونسفي عملية السلام في الحديدة وتتخذ ميليشيات الحوثي من الهدنة الأممية كحصانة من ضربات القوات المشتركة في أثناء قيامها بتجهيز مواقع ومخابئ لأفرادها